شكراً لكم على تقديرك واهتمامك بدعم قناة أميرة التعليمية ومن خلال هذا الفيديو سأقدم لكم بعض المعلومات حول قصة حورس وعمه ست قصة حورس وست تعود إلى الأسطير المصرية القديمة وفقاً للأسطورة كان أزوريس هو الملك الأصلي لمصر وزوج إيزيس ولكن عمهما ست الذي يعتبر شقيق أزوريس وابن جب كان يطمح للحكم وقام بمؤامرة لقتل أزوريس وتولى العرش بعد مقتل أزوريس تولى حورس مهمة الانتقام واستعادة العرش لوالده خضعت القصة للعديد من الأحداث والصراعات بين حورس وست وتدخلت العديد من الآلهة والقضاة في النزاع في النهاية تمكن حورس من الانتصار على ست واستعادة العرش وتتفاوت نهايات القصة في الأسطير المصرية المختلفة حيث يتم أحياناً إعادة ست إلى الحياة أو يتم إلحاق عقاب به في القصص المصرية تختبئ إيزيس الحبل من أزوريس الذي يمثل له الطفل المنتظر تهديداً في أجمة من البردي في دلت أنيل يسمي هذا المكان أخبتي ومعناه بالمصرية أجمة البردي لملك الدلتا ويسمي الكتاب اليونان هذا المكان خميس ويشيرون إلى أنه قريب من مدينة بوتو لكن في الأسطورة لا يمثل الموقع المادي أهمية مقارنة بطبيعته التي تجعل منه رمزاً لمكان العزلة والأمان تمت الإشارة إلى مكانة الأجمة الخاصة من خلال وصفها المتكرر في الفنون المصرية لكن في أغلب الأحداث في الميثولوجيا المصرية غالباً ما توصف الخلفية أو يحكي عنها على استحياء وفي هذه الأجمة تلد إيزيس حورس وتربيه ومن هنا أطلق عليها عش حورس كما تتكرر صورة إيزيس وهي ترضع حورس كثيراً في الفن المصري توجد بعض النصوص التي تسافر فيها إيزيس إلى العالم الأوسع وهي تنتقل بين عامة الناس غير المدركين لهويتها حتى إنها تستغيث بهؤلاء الناس لمساعدتها تعتبر هذه أيضاً من الوقائع غير المعتادة ففي الأساطير المصرية عادة ما تنعزل الآلهة عن البشر كما في المرحلة الأولى من الأسطورة تستعين إيزيس بآلهة أخرى لحماية ابنها أثناء غيابها فوفقاً لإحدى التعويذات السحرية يسافر سبعة آلهة في صورة عقارب صغيرة مع إيزيس ويحمونها عندما تطلب المساعدة لحورس حتى إنهم ينتقمون من أمرأة ثرية رفضت مساعدة إيزيس وذلك بلدغ ابن هذه المرأة مما حتم على إيزيس شفاء هذا الطفل البريد ترسل هذه القصة برسالة أخلاقية مفادها أن الفقير يمكن أن يكون أكثر فضيلة من الغني كما تبين القصة طبيعة إيزيس الجميلة والعطوفة في هذه المرحلة من الأسطورة يصبح حورس طفلاً ضعيفاً محاطاً بالمخاطر تقوم النصوص التعويذات السحرية التي تستخدم طفولة حورس بصفتها أساساً للتعويذات السحرية داخل النصوص بتشخيص مرض حورس بصور مختلفة بدءاً من لدغات العقرب وحتى آلام المعيدة البسيطة ويكون اختيار المرض على أساس للتعويذات الموجودة بلا النص السحري والتي من المفترض أن تعالج هذا المرض لكن الشائع أن الطفل الإله لدغه ثعبان منا يعكس خوف المصريين القدماء من لدغة الثعبان وما ينتج عنها من سن وتشير بعض النصوص إلى أن هذه المخلوقات العدوانية من أعوان ست يمكن لإيزيس حينئذ أن تستخدم قواها السحرية في إنقاذ طفلها أو الاستغافة بالآلهة مثل رعي وجب أو تهديدها لمعالجته وبما أنها تمثل النموذج الأصلية للرثاء في أول جزء من القصة فأثناء طفولة حورس تقوم بدور الأم المثالية المتفانية ومن خلال النصوص التعويذات السحرية الشافية امتدت مجهوداتها في شفاء ابنها إلى درجة علاج أي مريض كان يبدأ الجزء التالي من الأسطورة بحورس البالغ الذي يتحدى ست على عرش مصر تتسم المنافسة بينهم في الغالب بالعنف لكن يمكن وصفها أيضا بمحاكمة شرعية أمام التسوع المقدس وهو مجموعة من الآلهة المصرية لتقرير من له الأحقية في ورافة الملك من المحتمل أن يكون القاضي في هذه المحاكمة هو جب اللذب بوصفه والد أوزوريس وست اعتلى العرش قبلهما أو ربما يكون أحد إلهي الخلق رع وأتوم منشئ النظام الملكي كما تؤدي آلهة أخرى أدوارا مهمة فالإله تحوت يؤدي دور مصلح في النزاع أو مساعد للقاضي الإلهي وفي كتاب السرعات تستخدم إزيس ذكائها وقواها السحرية في مساعدة ابنها يتم تصوير المنافسة بين حورس وست بطريقتين متناقضتين كلا الطريقتين ظهرت في الوقت الذي كتبت فيه نصوص الأهرام أول مصدر للأسطورة في بعض التعويذات في النصوص يعتبر حورس بن أزوريس وابن أخ لست وتعتبر جريمة قتل أزوريس هي الباعث الأساسي على الصراع على حين تصف قصص أخرى حورس وست على أنهما إخوة يكمن التعارض في كثير من المصادر اللاحقة حيث يمكن تسمية الإلهين أخوين أو عام وابن أخيه في مواضع مختلفة من نفس الوثيقة يتضمن هذا الصراع عدة أجزاء يصف كتاب الصراعات الإلهين وكل منهما يستغيث بالآلهة الأخرى للفصل في النزاع بينهم وهما يتنافسان في مختلف أنواع المسابقات مثل السباق القوارب أو مصارعة بعضهم البعض متخذين صورة أفراس النهر لتحديد المنتصر في هذه النسخة من القصة يهزم حورس ست مرارا وتكرارا ويساعده في ذلك معظم الآلهة الأخرى ومع ذلك يستمر الصراع ثمانين عاما والسبب الأساسي في ذلك هو القاضي الإله الخالق الذي يحابي ست في نصوص التقوس الحديثة يوصف الصراع بأنه معركة كبيرة تضم كفة أكباع الإلهين كما تمتد الفتنة في العالم الإلهي إلى ما بعد الخصمين وفي لحظة ما تحاول إيزيس أن تطعن ست بالحربة أثناء اشتباكه مع ابنها في قتال لكنها تطعن حورس بالخطأ مما يجعله يقطع رأسها في نوبة من الغضب يستبدل تحوط رأس بقرة برأس إيزيس وبهذا تعطي هذه القصة أصلا يرجع إليه سبب ارتداء إيزيس في الغالب رداء مرسوما عليه رأس بقرة بقرون لذلك يقوم ست في بعض المصادر بتبرير اعتداءه المستمر بعد ذلك على حورس بأنه عقاب للإله الصغير على العنف الذي وجهه لأمه في حلقة أساسية من الصراع يعتدي ست على حورس جنسيا يهدف ست من وراء هذا الاعتداء أن يحط من قدر خصمه لكنه بالإضافة إلى ذلك يتضمن رغبة مثلية الجنس مما يضيف إلى صفات ست الرئيسية العنف وعدم التمييز الجنسي في أقدم قصة عن هذا الجزء في ورق برد غير مكتمل يعود للدولة الحديثة يبدأ الالتقاء الجنسي عندما يطلب ست أن يمارس الجنس مع حورس الذي يوافق على هذا شريطة أن يعيد ست إليه بعضا من قوته يعرض هذا الالتقاء حورس للخطر لأن الحيوان المنوية في الأساطير المصرية مادة قوية وخطيرة مماثلة للسم طبقا لبعض النصوص يخترق الحيوان المنوي لست جسد حورس ويتسبب في مرضه لكن في كتاب السرعات يحبط حورس مكيدة ست بإمساكه لحيوانات ست المنوية في يده وتفأر إزيس لذلك بوضع الحيوان المنوي لحورس في الخص الذي يأكله ست تتضح هزيمة ست عندما يظهر هذا الحيوان المنوي على ناصيته في صورة قرص ذهبي فهذا يدل على أنه تخصب نتيجة البذر الذي بذره فيه خصمه ونتيجة لذلك علامة اقتباس ولدى علامة اقتباس هذا القرص في كتاب السرعات يأخذ تحوط القرص ويضعه على رأسه أما في النسخ الأقدم من القصة فتحوط نفسه هو نتاج هذه الولادة الشذة من الحلقات الأخرى المهمة في الأسطورة الجزء الذي يختص بالإصابات التي الحقها المنافسين ببعضهما فحورس يصيب أو يسرق خصيتي ست في حين يتلف ست أو يقتلع إحدى عيني حورس أو كليهما وأحيانا يقال إن العين تقطعت إلى أجزاء ترمز إصابة ست إلى فقد الفحولة والقوة لكن اقتلاع عيني حورس ذو أهمية أكبر بكثير حيث تمثل عين حورس المسروقة هذه العديد من المفاهيم في الديانة المصرية القديمة من الأدوار الرئيسة التي يقوم بها حورس كونه إلها للسماء ولهذا السبب يقال أن عينه اليمنى هي الشمس واليسرى هي القمر وعليه تعادل سرقة أو إتلاف عيني حورس إظلام القمر في لال مراحله المختلفة أو أثناء الخصوف يمكن أن يقوم حورس باسترجاع عينه المفقودة أو تقوم الآلهة الأخرى بما فيها إيزيس وتحوت وحتحور بإعادتها له أو شفائها يرجح عالم المصريات هيرمانوتي فيلدي أن قصة الخصيتين المفقودتين هو تحريف مؤخر لفقدان ست لحيوانه المنوي على حورس وأن القرص قمري الشكل الذي تواجد على جبهة ست بعد الإخصاب هو ذاته عين حورس وإن كان هذا صحيحا فالجزء المتعلق بالإصابات والاعتداء الجنسي يشكل قصة على حدة يقوم فيها ست بالاعتداء على حورس وتضيع حيواناته المنوية عليه ثم يفأر حورس ويخص بست ويحصل ست على عين حورس عندما تظهر على جبهة ست ولأن تحوته وإله القمر بجانب وظائفه الأخرى من المعقول طبقا التي فيلدي أن ينتج تحوط في صورة العين ويحاول التدخل لتسوية الخلاف بين الإلهين المتناحرين على أي حال فاستعادة عين حورس إلى جسده تمثل عودة القمر إلى كامل إشراقه وعودة الملك إلى حورس وكثيرا من جوانب معه وأحيانا تصحب استعادة عين حورس استعادة خصيتي ست ولهذا يصبح كل الإلهين في صورته المكتملة بنهاية الصراع أتمنى أن يكون ذلك ملخصا مفيدا للقصة وأشجعك على تفعيل الاشتراك والإشعارات لتكون على الطلاع دائم بمحتوى القناة